ليست بالأسماء تحسم البطولات الإسبوع ده تحديداً فيه بتاع 2-3 مليار دولار ودعوا بطولة أوروبا خروج الحقيقة كان غير متوقع على الإطلاق على أقل في الدور ده يعني ممكن كنا نستنى أو نستقبل خبر خروج منتخب بحجم فرنسا أو ألمانيا أو البرتغال أو حتى هولندا فيه دور نص النهائي أو أنهم يوصلوا لمباراة النهائية بس يعني يخسروا اللقب فيها كممكن يبقى شيء منطقي وبالذات كمان يعني لسه كنت بقول لضيفي دكتور وليد الحديدي أنه مجموعة الموت المجموعة النارية التلاتة صيفوا على طور أربعات هولندا خرجت وراء البرتغال وراء فرنسا ومبارح كمان ألمانيا وادعت نتكلم أكتر عن اليورو هل ننتظر مزيد من المفاجآت ولا خلاص صعب بقى نستقبل مفاجأة تانية من العيار التقيل مسأخير يا دكتور وليد من نور الدنيا تسلم ده نورك يا أحمد ربنا أو سيناريو غير متوقع على الإطلاب تزن بالمجر على فكرة تزن بالمجر صحيح يعني هتظلمت يا عيني بأتحطت في المعبا بس حقيقي اللي يقول لك أنا عندي في المنتخب بتاعي مبابي ولا كريستيانو يعني قوله ما يفرقش قوله ما يفرقش اللي عملته سويسرا في البطولة دي واللي عملته أوكرانيا في البطولة دي بيقول أن المنتخبات اللي حضرة والروح والانسجام والكورة القدم لعبة جماعية لا تعتمد على نجم السوبرستار واحده لا يكفي زي ما الكرة بتعلمنا كل يوم شوف وإحنا اتفقنا من أول لحظة إن بطولة اليورو هي درس كبير ولازم نتعلم من كل تفاصيله وكل حاجة بتحصل فيه لازم نقعد ونتفرج وندرسها ده لو إحنا عايزين نتقدم على أي مستوى فالأهم درس قدمت لنا يورو 2020 إن اللي بيؤمن بحظوظه واللي بيستعد كويس واللي بيزيح عن عقله فكرة الماضي والتاريخ والنجوم والسوبرستارز والمعطيات والفلوس والقيمة السوقية وكل الحاجات دي وبيأخذ مباراة قرط القدم 11 راجل قدام 11 راجل مش بس فكرة إنه يبقى عندك روح الروح مش كفاية والروح مش بتكسب بس لكن الاستعداد الصحة بيكسب دراستك لخصمك بيكسب مدير فني زي بيتكوفيتش المدير الفني المنتخب سويسرا مخلنش أبداً هيعمل الإعجاز أو المفاجأة الكبيرة دي بس جزء سويسرا تحديداً دكتور وليد أنا بسوف روح إنك تبقى خسران قدام بطل العالم 3 واحد وإنك أنت تقرر أو تحس أو تؤمن بإنك أنت عندك القدرة إنك ترجع وتعمل ده ده بالتأكيد روح يعني طبعاً مهم إنك تبقى حاضر بدنياً وفنياً ومعنوياً ونفسياً لكن الروح هنا ما هذه الأساس ما إحنا اتفقنا إن الإيمان واحد رقم واحد واثنين لحد تسعة إنك تكون مؤمن بنفسك ومؤمن بقوتك ومؤمن بحظوثك ده بداية الطريق لكن مش ده بس اللي هيوصلك يعني زي ما قلت لك مش بس الروح لوحدها هي اللي ممكن تكسبك بطولة أو تكسبك مباراة كبيرة قدام خصم هو المراشح أكتر منك لأن مثلاً إحنا شفنا في وقت من الأوقات في مباراة سويسرا إن الروح المعنوية لسويسرا نهارت لما ريكاردو رودريجيز ضيعت ضربة الجزاء وبعدها في الديتين كريم بن زيمة وعدوهم بقت اتنين واحد وبعدين وصلت تلاتة واحد فإحنا شفنا إلى حد ما نهيار معناوي لكن تدخلات مدير فني بتبديلات بمحاولة إعادة الروح واحد وكمان اللعب على أخطاء منتخب فرنسا وعلى نقاط ضعفهم رقم اتنين فبالتالي وصلت للإنجاز اللي أنت تستحقه فده جزء مهم ككورة قدم كفنيات